السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المعدة واحد مع محدسكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم والجزء 19 من الفصل الثالث نتحدث عن Example Example for Examination X-ray Defraction Example اللي هو أو مثال غرض منه أن احنا بنفحص أو بنعمل عملية فحص لعملية حيود X-ray لماتيريا لنما تعالوا نشوف المسألة عبارة عنه المسألة بيقولك يعني في الحقيقة المواطن من المسألة اللمبة طول الموجي بتاع الشعاع وقال لي التارجد كم ومديني الجدول ده الجدول ده بيوضح ايه بيوضح البيكس المختلفة 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 وقصد كل واحد منهم سيتا لأننا الجهاز الحقيقة بيديني باترين بالمنظر ده حاجة زي ما احنا عارفنا كده ودي بتبقى عبارة عندي الـ X هنا بتبقى 2 سيتا يعني عندي هنا 2 سيتا عند كل واحدة من دول وعندي اللي عند الـ Y الـ Intensity أو شدد الشعاع طيب هو المطلوب الـ Determine The Crystal Structure يعني هو عاوز The Crystal Structure نملكة 2 عاوز الـ Intensity Plan Producing H Beek عاوز الـ Intensity Plan اللي هي احداثيات ميلر أو الـ Intensity أو الاحداثيات عند كل إيه بيك من هذه البيكس اللي هنا اتكلمنا عنه طيب وبعد كده عاوز لاتس برامتر أو زي بـ Material يعني عاوز طول ضلع الإيه الباترين أو الكيوب أي مكان شكله بتاع الماتيريال طيب تعال نشوف نعمل إيه عشان نحل نمرأ واحد بنجيب 2 سيتا أو assign تربيئة سيتا طب قد ديني عندي بعمل جدوى زي ما احنا شايفين وبعد كده عندي أدي البيكس 1 2 3 لغاية 8 بعد كده عندي تيو سيتا كل ده معطى لغاية دلوقتي بعد كده أروح أسيب assign تربيئة سيتا لكل واحدة من دول بعد ما بحسبه بروح أسمه على أقل واحد منهم اللي هو الرقم الأولاني ده اللي هو 0.0 0 عفوا 0.0 308 وبعد كده بعد ما أسمته يعني بعد ما جيبت assign تربيئة assign تربيئة سيتا لكل اللي بيك من دول أقسم كل واحد منهم على هذا الرقم عشان أجيب الرقم ده طيب الأرقام دي ماذا تعني الأرقام دي إذا أدور بيات في 2 تديني H تربيئة K تربيئة L تربيئة اللي هو Miller in disease عشان كده عند البيك الأولاني لقينا Miller in disease 2 أو هذه القيمة بتاعت H تربيئة Z K تربيئة Z L تربيئة اللي هو قيمة L تربيئة زوت لقينا هنا عند البيك التانية 2 في 2 يبقى 4 2 في 3 يبقى 6 2 في 4 يبقى 8 2 في 5 يبقى 10 2 في 6 12 2 في 7 14 2 في 8 16 ومن هذه المعلومات دي ما نتحصل على الاندزيز اللي أنا شايفه ده اللي هو H K L يبقى عند 2 يبقى 1 1 0 عند 4 يبقى 2 0 عند 6 يبقى 2 1 عند 8 يبقى 2 2 عند 10 يبقى 3 1 0 عند 12 يبقى 2 2 2 2 عند 14 3 2 1 وعند 16 4 0 0 الجزئية التانية دلوقتي We could then use 2 theta values for any peaks or to calculate the inter-planer spacing عشان أحسب ال-inter-planer spacing بالحقيقة اللي هو دي يعني فيه أن أنا أقدر أستخدم أي 2 theta عند أي peaks فإحنا اخترنا ال-bake رقم 8 اللي هو 2 theta عنده بالساوي 59 42 من 100 يبقى theta الوحدة بالساوي 29 71 من 100 طيب أنا عندي علاقة من خلال برجرس لو بتقول أني ال-inter-planer spacing اللي هو دي بيسوي لمبة اللي هي الطول الموجي على 2 sine theta كل هذه المعطيات ما عندي يبقى في منطقة البساطة قدر أجيب ال-inter-planer spacing اللي هو عندي بيسوي 0.71699 angstrom طيب لكن في علاقة تانية بتربط بين اللاتس برامتر اللي هو طول دلع اللاتس مضروبة أو بتساوي ال-inter-planer spacing مضروبة في مربع ال-inter أو مربع ال-indexe أنا عندي عندي تمانية لو أنا رجعت مرة تانية ألاقي عندي تمانية يبقى هذا الرقم 16 اللي هو H2 K2 H تربية اللي هو ال-indexe تمام يبقى الجزر بتاعه 4 وعندي ال-inter-planer spacing اللي أنا لسا جايبه من شوية ضربت ال-2 في بعض فقداني 2 0.868 angstrom وده اخبار عن اللاتس برامتر لي body center the cubic of iron من شوية